هنا في منطقة تلمسان شمال غربي الجزائر فتحت عائلة طالب العزاء في وفاة ابنها محمد ذي الاربعة والعشرين سنة على يد رصاصق الناص في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا قتل على بابي المنجأ الذي كان سيلجأ أو سيختبئ فيه عندما كان عند الباب وزميل له يشمون شيئا من الهواء وعلمت بالتفاصيل من خلال اتصال أحد زملائه الذي أعطاني التفاصيل وتأكدت بعد ذلك من خلال اتصالي بالسفارة وبالمناوبة في السفارة الجزائرية في كياب وأكدوا لي خبر الوقت محمد طالب أكمل دراسته في أوكرانيا تخصص في هندسة الطيران كان ينتظر تسلم شهادته الجامعية والمصادقة عليها للعودة بها إلى أرض الوطن بعد غياب دام سنتين بسبب أوضاع وباء كورونا لكن الرصاص لم يمنحه فرصة للفرح بإنجازها وزارة الخارجية والسلطة الجزائرية قالت إن استقدام جثة الشاب من مصلحة حفظ الجثث الموجودة فيها هناك مستحيل حالياً في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة التي تشهدها أوكرانيا فضلاً عن إغلاق السفارة الجزائرية في كييف للأسباب نفسها نهي الزرواطي سكاينيوز عربية الجزائر